هذه السفينة التي كانت حلماً قبل ستة أعوام تحولت إلى منزل عائم يجمع سايمون وعشرين زميلاً مهمتهم محاربة التلوث على متن بلاستيك أوديسي سيمضون ثلاثة أعوام يبحرون خلالها من بلد إلى آخر في رحلة بحرية هدفها الحد من تلوث البحار والمحيطات بالمواد البلاستيكية عام 2016 كنت في السنجال وشهدت البلاستيك في كل مكان فكرت ربما يمكننا القيام بشيء يمكننا تحويله إلى مقتنيات لنساعد المواطنين على تأمين نقمة العيش ونخفف من كمية البلاستيك التي تذهب إلى البحر عملنا على إيجاد شركاء للتحضير للرحلة التي بدأناها من مرسايا الفرنسية ومنها انطلقنا إلى بيروت كأول محطة خارج فرنسا ثلاثون مدينة غارقة بالنفايات البلاستيكية ستزورها بلاستيك أوديسي كانت بيروت أولها مكرم لبناني من أصحاب المبادرات البيئية الذين استقبلتهم السفينة على مدى أسبوعين لتبادل الخبرات مع شركاء محليين والتعرف على أحدث الطرق لتدوير النفايات عم بيجربوا يعملوا مصنع صغير بشيبين كونتينر يساع كله بشيبين كونتينر فهذه الفكرة نحن عم بقدموننا إياها ممكن نقدر انطبقها بلبنان بسمالر سكيل محلما ممكن تضيع مثلا يستفيدوا من هالشي منه مصنع كتير كبير لا يلبي مدينة يلبي population أصغر تبدو السفينة مقتضة بماكينات تحويل البلاستيك إلى منتجات يستفاد منها في رص الأرصفة وبناء أسقف المنازل ومواسير الصرف الصحي وحتى إنتاج الكهرباء في بلدان تعاني من الظلام مثل لبنان لكن الهدف الأساسي هو الحد من استخدام البلاستيك الذي يصب عشرون طن منه في المحيطات كل دقيقة تغادر أوديسي بيروت متجهة نحو الإسكندرية في محطة ثانية سيتعرف خلالها طاقم السفينة على تجربة جديدة من معاناة المدن مع المواد البلاستيكية غنوية تيم العربية بيروت